بمواصفات عالمية غير مسبوقة وبكلفة بلغت مليارا وثمانمائة مليون دينار عراقي ومساحة ألف ومائتي وخمسين كيلو مترا مربع افتتح مشروع المسبح الأولمبي التابع لنادي العدالة في بغداد بحضور مسؤولين عدة وشخصيات رياضية وإعلامية أكيد هذا الصرح رح يكون هو خدمة للرياضة العراقية هنا رح يستفاد من هذا الصرح حقيقة والتحاد السباحة والأندية البغدادية هذا الصرح ما موجود من عنده في العراق فقط مسبح الشعب الدولي والآن مسبح العدالة الأولمبي هذا مسبح ذات مواصفات عالمية مسبح أولمبي المسبح صممه مختصون أجانب والتنفيذ تم بواسطة شركة عراقية خالصة أنجزت المشروع الذي يحتوي على قاعات خاصة بالساونة وأخرى للإعداد البدني خلال 24 شهرا يشمل المسبح قرف إدارية وغرف المدير وسكرتارية ونائب المدير وقاعة اجتماعات وكافة ملحقاته من لوكرات ومنازع وحمامات ويشمل أيضا غرف الساونة وكافترية هذا المسبح شهد بنظام الأوزون حيث كان معمول سابقا بنظام الكلور المشروع المنجز هو أحد خطط حكومة بغداد المحلية الساعية إلى إقامة مشروع أكبر الهدف منها تطوير رياضة السباحة بشكل عام وتفعيل دور الشباب العراقي بشكل خاص بحسب ما يدعون هذا المشروع من المشاريع التي هي داعمة للشباب في بغداد ومن المشاريع التي يتمنىها كل شاب عراقي أن يحظى بمرافق رياضية مهمة واليوم هذا المسبح هو معلم من معالم بغداد تسعى حكومة بغداد أن تعطي مساحة كافية للشباب حتى تستوعب كل شبابنا من الساحات القديمة الساحات الترابية والملاعب والمسابع واليوم محافظة بغداد بأجنداتها أكثر من 400 ملعب إذا كانوا أولمبي أو خماسي أو متعدد الأغراض أو نادي إقامته بطولات محلية ودولية يعتمد على توفر بناء تحتيب مواصفات عالمية ومسبح نادي العدالة الأولمبي يتيح للاتحاد العراقي للسباحة إقامة مثل هذه البطولات شريطة المحافظة عليه وإدامة منشآته قناة المدى هشام علي بغداد اشتركوا في القناة